السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام فسر ابن سيرين رؤية المسيح عليه السلام في المنام بالحماية من كل مكروه وشر ومن رأى عيسى عليه السلام في الحلم فإنه يكون رجلا مباركا كثيرا خير وتشير رؤية سيدنا عيسى مبتسما في المنام إلى البشائر بنيل المطالب وتحقيق الأمنيات وحلم التكلم مع النبي عيسى يدل على الشفاء من مرض والتعافي منه فيما تدل رؤية المسيح عليه السلام في الحلم بالعموم على البركة والعز والخير كثيرا قال ابن سيرين رؤية عيسى عليه السلام في المنام تدل على القوة على فعل الطاعات والتوفيق للخيرات ومن رأى السيد المسيح في الحلم فإنه يرزقه العبادة والزهد والتقوى ورؤية النبي عيسى مبتسما في المنام تدل على الرزق بالعلوم والمعارف ورؤية السيدة بريم العذراء في الحلم تدل على ظهور آية عظيمة في سنة الرؤى يرمز اسم عيسى في المنام للرزق الوفير والخير ونيل العز والرفع وسماع اسم عيسى في الحلم دليل على سماع البشار والأخبار السعيدة وحلم نطق اسم عيسى يدل على العمر الطويل ونيل الصحة والعافية ورؤية اسم عيسى مكتوب في الحلم تدل على الخروج من الضيق للفرش بإذن الله ويدل اسم عيسى في المنام بالعموم لنيل المآرب والسمعة الطيبة فيما رؤية عيسى عليه السلام وهو الطفل في المنام تدل على الفرح في الدنيا والآخرة ومن رأى سيدنا عيسى المسيح وهو طفل رضيع في الحلم فقد يصيبه ظلم وافتراء من قومه فيما رؤية تمتال المسيح في المنام تدل على التعرض للخداع والوقوع في الشرك لأنه من الأصنام أما رؤية التحدث مع السيد المسيح في المنام فتدل على البشائر بينين المال والرزق الوفير ومن رأى عيسى عليه السلام يكلمه في الحلم فإنه تتسر أموره العسرة فيما رؤية الجلس مع النبي عيسى عليه السلام في المنام تدل على التعامل مع أحد من قومه ومن رأى أنه يجالس المسيح في مكان معلوم في الحلم فذلك ذليل على كثرة الخصبة والرزق فيما رؤية صلب عيسى عليه السلام في المنام تدل على الشهادة الزور والبهتان ومن رأى المسيح قد صلب في الحلم فإنه يكون في حادث فيه كذب وتزوير فيما رؤية عيسى عليه السلام في المنام للعزباء فيدل على البشائر بالفرج القريب إن شاء الله أما رؤية المسيح في المنام المتزوجة فيدل على هناء عيشها وسعاداتها الكبيرة مع زوجها فيما رؤية عيسى عليه السلام في المنام للمرأة الحامل فيدل على تخلصها من مشاكل الحم وأعبائه أما رؤية عيسى عليه السلام في المنام المطلقة فيدل على انتهاء كربها وحزنها والله أعلم هكذا نكون قد وصلنا إلى تفسير اليوم أتمنى أن ينال إجابكم وإلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد إن شاء الله